وإلى محور الحدث العراقي حيث تنشغل جميع الأوساط العراقية بمفاجآة حرب غزة وخطر الحرب الإقليمية المفاجئة فقد حذر محللنا حكومة السودان من خطر تصعيد المواقف من العواصم الغربية بحرب غزة لمنع عودة التصحر الدبلوماسي إلى بغداد وشيرنا إلى ضرورة الاقتداء بدبلوماسية التوازن والحيادية مثل أغلب الدول العربية ويقول البسشار العسكرية السابق صفاء الأعسم أن قصف القواعد والتواجد العسكرية الأمريكي في العراق سوف يدخل الحكومة الحالية في حرج كبير خاصة وأن السودان أكد في العديد من التصريحات أنه لن يسبح بوجود أي دولة عميقة في العراق وأن القرارات يجب أن تصدر بفكر موحد في ضوء اتفاق استراتيجي للعراق مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي ذات التوجه يستبعد خبراء في الجيوبولوتيك انسحاب القوات الأمريكية من العراق جراء قصف قواعدها أو الضغط الدبلوماسي غير المباشر لأنها لن تغمر بتجديد سيناريو أفغانستان كما أن مصالحها في العراق ركيزة لوجودها بالمطقة يضاف إلى ذلك غالبية سياسية لا تؤيد تأزيم علاقات العراق مع أمريكا